اشتركوا في القناة في شيء بدك يا من الباري عز وجل محتاج إلى أمر من الباري عز وجل فابدأ بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم اسأل حاجتك فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتان فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى شو يعني أصلا بالقرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله عز وجل بيعتبر أنه بدء الصلاة على محمد وآل محمد هو فعل من الله ومن ملائكة الله ويطلب من الناس الله عم بيطلب الله الله عم بيطلب أن يصلوا على النبي طيب بناء عليه في الروايات أن الله لا يرد الصلاة على محمد وآل محمد وبالمناسبة تعالوا حتى لي هلأ أنا وياكم نشوف شوية تركيبة هالكلمة اللهم لاحب لاحب تركيبة الجملة اللهم صلي طلب ولا مش طلب طلب يعني دعاء أنا عم بطلب طلب من الله شو هذا الطلب اللهم صلي على محمد وآل محمد إذن الطلب الأول اللي عم بيسأل الباري عز وجل فيه شوه أن يصلي على محمد وآل محمد شو عم تقول الرواية رواية الأمير أن الله عز وجل أكرم من أن يسأل بحاجتين فيقبل الأولى ويرد الأخرى الأولى أن يقبلها الله مضموني ولا مش مضموني بضمان من الله أنه لا يرد الصلاة على محمد وآل محمد بضمان من الله فإذا كان بضمان من الله أن الله أوجب على نفسه أن يأخذ طلب الصلاة على محمد وآل محمد هو أكرم إذن قبل الأولى أكرم من أن لا يقبل الثانية فببركة الصلاة على محمد وآل محمد تنكشف الأمور وتتحقق كل المطالب التي يمكن للإنسان أن يتقدم فيها إلى ربه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر